بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس التركي يطالب بوقف الهجمات الدنيئة على الأقصى بأسرع وقت ممكن وتركيا وباكستان تدينان اقتحام المسجد الأقصى لمعرفة تفاصيل ما يجري كونوا معنا حتى النهاية حيث أعرب الرئيس أردغان عن إدانته الأعمال الدنيئة ضد القبلة الأولى للمسلمين وذلك عقب مأدوبة إفطار مع متقاعدين أتراك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وأضاف أردغان أنه من الواضح أن موجة العنف التي تشنها الحكومة الإسرائيلية رغم كل التحذيرات وراءها مأزق الداخل مبينا أن هذه تسمى سياسة ظالمة وأكد أنه لا يمكن لتركيا أن تبقى صامتة حيال هذه الاعتداءات التطاول على المسجد الأقصى ودوس حرمة الحرم الشريف خط أحمر بالنسبة إلينا فيما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة اعتداء القوات الصهيونية على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة وذكر شريف في بيان عبر حسابه على تويتر أنه يدين بشدة الاعتداء الذي نفذته شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وشدد على أن هذا الهجوم الوحشي ينتهك حرمة شهر رمضان وبعد منتصف ليل الثلاثاء اقتحمت الشرطة الصهيونية المصلة القبلي بالمسجد الأقصى واعتدت على عدد كبير من المصلين والمعتكفين بالضرب وأعلنت اعتقال 350 منهم فيما أظهرت لقطات فيديو عناصر الاحتلال وهم يضربون عددا من المصلين في باحة المسجد وتقطع صلاتهم وتصاعدت توتر في مدينة القدس وضواحيها منذ تشكيل الحكومة الصهيونية الأخيرة برئاسة بن يمين نتنياهو أواخر العام الماضي والتي يصفها إعلام عبري بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل توالي الإدانات ضد الاقتحام وتوالت إدانات دول عربية وإسلامية الأربعاء لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المعتكفين بداخله وصدرت بيانات الإدانة عن كل من قطر ومصر والسعودية والأردن وتركيا وإيران واستحال من التوتر بسبب دعوات جماعات يهودية متطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين بمناسبة الأعياد اليهودية فيما أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها من مشاهد اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين داخل المصلة القبلي بالمسجد الأقصى فيما دعا اجتماع طارئ للجامعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى إيقاف جرائم إسرائيل بحق المسجد الأقصى في الوقت ذاته طالبت فلسطين بتحرك عربي ودولي لوقف العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى حيث قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية يتطلبان التحرك العاجل فلسطينيا وعربيا ودوليا في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر